السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود الناس يعني أكرم الناس وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة كرمه كأنه ريح تعصف بالخير وتأتي به من كل مكان فكان عليه الصلاة والسلام جوادا والجود في رمضان يكون بالصدقة يكون بكثرة قراءة القرآن كن كريما بكثرة قراءة القرآن يكون بكثرة الذكر كن كريما وجوادا بكثرة الذكر يكون بالاستغفار ليس فقط بالمال بل كن جوادا في رمضان في النهار وفي الليل بكل أنواع الصدقات والعبادات المتفرقة